موسيقى 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 أهلي وأحبتي في العراق وخارج العراق اليوم عندي رسالتين الرسالة الأولى إلى أهلي وأحبتي في العراق من شيعة العراق العروبيين الأحرار اللي صاحوا إيران بره بره بغداد القحرة هذه الكلمة اللي هزت عرش إيران الرسالة الثانية إلى أيتام خميس الخنجر اللي من أول فيديو نزلت عليه وعلى فضائحه وسرقاته باسم النازحين شنوا حملة عشوائية بكل صفحات الاجتماعية أكمل رسالتي الأولى أهلي وأحبتي في العراق من أول يوم أتكلمت معاكم ما قلت في اليوم من الأيام شيعة وسنة ولما أذكر شيعة أقول أهلنا وأخواننا كثير من الصفحات روجت بأنه أنا شخص طائفي وضد أهلنا الشيعة أنا طائفي للنخاع ضد إيران وضد أي شخص يتعامل مع إيران وضد أي شخص ينتمي إلى ميليشيات إيران إن كانت ميليشيات ما يسمى بالحشد المحشي ولا الشعبي أو العصابات اللي جدتي بعد 2003 أحيي أهلنا بالديوانية في البصرة والناصرية والكوت والأمارة اللي طلعوا مظاهرات ضد إيران وقاموا هذه الكلمة اللي دمرت عرش إيران وذات قل لهم أحنا عراقيين أمركم ما تحكمونا يا بلاد الفرس يا بلاد المجوس يا بلاد كسرة من قالوا عراق بره بره هذا العراقي هذا الشريف هذا الأصيل بكل طوافة ما عندي شيء اسمه شيعة أو سنة الكل أهل ونسابه ابن أخوة وخال وعم فهذه الكلمة ما الشيعة أو سنة جابونا ياها أهل 2003 اللي دخلوا باسم الطائفية باسم الدين وباسم المذهب وباسم المظلومية ودمروا العراق وسرقوا العراق وشتتوا أبناء شعبه فيا أهلي يا عراقيين أعيدوا أكرر أي تعليق ضد أهلنا الشيعة ما مقبول نهائيا سبوا إيران سبوا الميليشيات سبوا اللي تدعم إيران واللي ويا إيران ويا أي شيء اسمه إيران أنعلوا والد والديهم بس أهلنا الشيعة اللي أرجوه من حدكم بأنه مال غلطون عليهم لأن بكل ملة وبكل ديانة وبكل طائفة وبكل قومية بالصالح والطالح كثير من شبابنا للأسف من أهلنا الشيعة انغروا بإيران لأن عندهم نسبة الجهل كثيرة ما درسوا ما عرفوا المال العوز هذا اللي دفعهم يدخلون ميليشيات وصيرون عصاب تشية وصيرون تسليب وكل هاي الشغلات أو بمظاهر بس يعني يعني تسوي مظاهر قدام الناس بأنه أني حامل هوية أني سراء السلام أني عصاب أهل الباطل أني فلان أني علام بدر هالميليشيات اللي طلعونا إياها من حانا ومانا ولهذا أرجو من كل أخوتي على صفحات الفيسبوك تويتر بأنه لا يسبون أهلنا الشيعة واللي يقول هذا دي جامل أنا لا أجامل ولا عندي خوف من كل أحد بس اللي تعرفوه أنتو قدتلكم قبل أم ابني عمر شيعية من كربلا قوح شيعية قوح بس هي ضد هذول العمايم والمراجع والصفويين خوال جهال أختي رجلها شيعي يعني شون أروح أكتل جهة أختي ويتمهم بأنه والله أنا ضد الشيعة هذا كلام فارغ هذا كلام غير منطقي فرجاء العشائر العراقية والعوائل العراقية أغلبها سنة وشيعة يعني شون نذابح بيناتنا حتى إيران تأخذ العراق كله ولهذا أكرر رجائي لكم يا أخوتي يا أحبتي العراق واحد بكل شعبه طوائفه دياناته كله واحد اللي عراقي ما يسب أحد هذا اللي تعلمنا عليه وهذا اللي عشناه طول حياتنا الرسالة الثانية قبل أسبوع أو عشر تيام أول فيديو نزلته على المجرم اللي مسمى نفسه الشيخ وهو خميس الخنجر يعني المهرب أغنام وسقائر صار الشيخ بين ليلة وضحاها بعد 2003 ويام أكثر الشيوخ بعد 2003 شيوخ المنافست من نزلت الفيديو طبعا هذا الرجل عنده فلوس يقدر يشتري اللي يريده وعندنا كثير من ضعاف النفوس وناس غير متربية قاعدين ما عدهم شيء ما عدهم شغل عمل قاعدين بس يسوون قصص أو يلفقون قصص على النت فواحدة من القصص أكو شخص على الفيسبوك يدعي نفسه اسمه فواز الفواز أنا لا أعرف ولا عند علاقة بي ولا أي من هو هذا الشخص مين أصلة فصلة ما عرف نهائيا ما عرف سألوني كثير في الفيسبوك من هو هذا الشخص تعرفه فقلت لهم لا لا أعرف ولا عند علاقة ولا أي شيء قالوا لي يكتب على خميس الخنجر أو يطلع فضايح فقلت لهم والله أنا ما عرف الرجال فبعد ما نزلت أول فيديو بدأوا أيتام خميس الخنجر أو الحاشية ماتة من أنا سميهم جيش النت يلفقون قصص سووا على أساس محادثة بيني وبين السيد فواز اللي أنا ما أعرفه طبعا هل قد ما هم أطفال وسردج عملوا شغلة حتى الطفل يضحك عليها طبعا ندزوا ليها وقمت أضحك عليها الناس طبعا لأن سردج الجهل رأسا نصدقوا بها فهذا الشيء خصهم يعني حطوا محادثة بأنه أنا وهذا الشيء اسمه فواز الفواز بأنه قال لي عاش تيدك أو كذا أخوي بل تطلع المحادثة خلي شوفوها شون ترتبت طبعا تتشوفون بأنه هذه المحادثة على أساس أنا فواز الفواز فمن الكلمات هذه طبعا هذا مو أسلوبي لا بالكتابة ولا بالرد ولا على أي صفحة أو نت أو يعني نقول الفايبر أو واتساب هذا مو أسلوبي ولا أنا أحجي يا شخص ما أعرف بهذا الأسلوب والناس اللي يعرفوني كل الزين واللي عندهم رقم التليفون ماتي يعرفون كل الزين أنا بحياتي مو حاط صورتي لا على واتساب ولا على البيبر حاط صورة بنتي الله يرحمها وحتى مو اسمي حاطة حاط رمز مجرد رمز والناس اللي يعرفون ما يعرفون الرمز هذا ويتصلون بيه فلما نشرت هذه أنا دخلت عليها قلت لأنت فواز الفواز أو كده أنا اتصلت بيه قلت له طيب إذا تتصلت بيه قطين الرقم اللي اتصلت عليه فالشيء دزلي دزلي رقم القناة ماتة القادسية أنا لا عندي رابط قناة القادسية الرقم مالتها ولا أباد ناس شباب قاعدين نغدون على أسئلة أو الاستفسارات وأصلا التليفون ماتة القادسية مو يمي مو يمي فقلت له طيب قناة القادسية الفايبر مالتها اللي رسلنا وكذا يعرف علامة القناة القادسية عليها كما يعني الصورة لا تختلف عن القناة القادسية ونهائياً أنا لا أستخدم تليفون القناة القادسية لأنه ليس لدي فبعدها فواز الفواز يقول هو الحقيقي أو الناس اللي بحثوا لي صفحته دزلي رسالة قال لي أخي أستاذ لطيف فهذا صفحة مزورة وهذا قام بيها أيتام خميس الخنجر حتى يوقعون بيناتنا لأنك كتبت عليه وحجيت عليه وأنا أكتب عليه فرادوا يضربونه واحد بواحد فأنا ما رديت قلت لغير أشكرك أخي وكذا سووا تبلغات على الصفحة المسحة اللي كلها قاموا إصابات إيران يستغلون هذا الصور اللي نشرت واللي هم طبعاً بفعالهم أو من جماعة خميس الخنجر لأن صار عندي الحمد لله كثير أحدا لأن إذا أحكي على السنة يطلعون لي أيتام خميس الخنجر إذا أحكي على الميليشيات يطلعون لي جماعة مقتدى وجماعة عمار وجماعة بدر وهالسخول اللي جونا بالإراق ولهذا أقول للخميس الخنجر خميس الخنجر ملياراتك ما راح تفيدك ولا قطر اللي حاميتك ولا الإمارات تدعمك بالفلوس راح تحميك أنت نهايتك أما القبر أما السجن أخذها عهد رجال من عندي لأن الرجال كلمة والكلمة ما تصغطني أنت وملياراتك هذا تشلبي ما تهزه أنا لا أعرفك ولا أريد أعرفك وأتصور اللي كان وسيط يحاول إصالحنا وهي السفارة الأمريكية قلت لهم ردي بالصريح قلت لهم أنا ما أتكلم مع حيوانات وأتصور رسالتي وصلتك وأنت رديت عليها وحاولت تغريني بالمال تغريني بالمنصب فهذا المال قد أطي ناجح الميزان اللي بصفك أو علي حاتم السليمان اللي دمر أهلنا بالأنبار ولهذا أنا أشكر كل العراقيين اللي وقفوا معايا وأشكر مرة ثانية كل أهلنا الشيعة اللي صاحوا بصوت عالي إيران بره بره أشوفكم على خير شكرا